طيب خلينا نروح بقى البيرامدز يعني البيرامدز بيلعب طبعا في دوري الأبطال لكن يقال ان مجمواته مجموات الموت يعني تصنيفه التاني مفروض ان هو هيلعب مع مازينبي كونغولي ومامالدي سانداونز جنوب أفريقي البوعبع بتاع أفريقي الوقت هي سانداونز طيب مجموات البيرامدز بلا شك أقوى من مجموات النادي العالم سانداونز للجنوب الأفريقي فريق متمرس جدا فريق قوي جدا شوفناها آخر كام سنة بيوصل السيميفاينل ممكن يوصل فاينل لكنه لم يوفق من ساعة نفاز بالبطولة في 2016 حساب الزمالك لم يوفق على فوز بهذه البطولة ولكنهم الإدارة عندهم شغالة عشان بيجهزوا فريق عشان يفوز باللقب طبعا السنة اللي فاتت كان فريق قوي جدا جدا وفاز على الأهله خمسة اتنين في دول المجموات وكله كان متوقع سانداونز يكمل للنهاية لكن الوداد المغربي يزا بوله كده السعق سانداونز بالتعادل صفر صفر في المغرب واتنين اتنين في جنوب أفريقيا يعني هو خرج بهدف اعتباري انه اتعاد على أرضه او دخل فقده هدفين ومديرش يسجل خارج أرضه فخرج بهدف اعتباري ان الوداد المغربي قطح به وقتها سانداونز السنة دي مش عاوز يكرر هذي المأساة وعاوز يكمل في البطولة جاءت 3 او 4 صفقات من العارة تيل جدا جدا بيدعم الفرق بشكل قوي جدا جدا ولكن المجموعة فعلا اتبقى صعبة بيرامدز عنده طموحات كبيرة اول مشاركة في دورة ابطال افريقيا برضو بيرامدز عمل تدعمات قوية جدا جدا من افضل تدعمات قبل الموسم الحالي وعالفكرة بيرامدز من قبل اللي ما يخش هو عارف ان هدفه دورة ابطال افريقيا عايز يكون فيه منافس قوي ولكن هكون اختبار عتيد جدا وصعب جدا مع سانداونز جنوب افريقيا فريق انه متمارسه قوي مازنبي كونغوليا او مكونغو الدموقراطية اللي يا زئير سابقا فريق قوي وخلي بالكم ان مازنبي ده اللي عنده خمس بطولات زي الزمالك يعني هو فريق برضو عنده خبرات افريقية عنده تاريخ كبير في هذه البطولة موذيب الموريتاني ناس كتير ممكن تستهين بيه ولكنه فريق محترم جدا انه بيلعب كورة مميزة بيرامدز عنده تحديات اه تحديات بيلعب فرع عندها خبرة في دور الابطال زي سانداونز ومازنبي ممكن او مباراة اللي هتكون مع مازنبي كمان هتكون مباراة قوية بعد كده هيروح لسانداونز في جنوب افريقيا برضو مباراة قوية جدا جدا يمكن الجولة الثالثة والربعة شوية المباراة بتشوف فيها يعني فرص بيرامدز عاملة ازاي الفرص هتبقى صعبة لو بدأ بداية متعسرة يعني عنده ماتش مازنبي الاول وبعدها سانداونز محتاج يعمل نتيجة ايجابية على الاقل يتجنب الخسارة في المباراة ويفوز في الاخرى يعني لو جمع اربع نقاط في اول ماتشين دول اعتقد هبقوا يعني دفع معنوية قوية لان الجولة الثالثة والربعة هيلعب نظريا اضع فرقة في المجموعة اللي هو نواذيب الموريتاني وهيكون فيه سيدان بن سانداونز ومازنبي في نفس الوقت فبالتالي ممكن يستفيد من الحكاية دي بس بشرط لو جبه اربع نقاط في اول جولتين هيبقى بنسبة كبيرة هيوصل لدور التمانية اللي هيكون اكيد اصعب من دور المباراة هل نحن نتكلم دكتور على نمط لعب الاهلي خليني اسألك كده على نمط لعب بيرميدز لو انت من خلال رؤيتك كده لطريقة لعب بيرميدز شايف هيقدر يتخط هيقدر يريح نفسه زي ما تتكلم دلوقتي ولا هتبقى صعبا صعب جدا توقع لكن خانتكلم ان الخبرات في البطولة بتفرق بس فريق قوي وعند لعبة قيلة وعند لعبة خبرات ولعبة اهلي وزمالك قبل كده ولعبه في هذه البطولة ما عندهمش مشكلة كخبرات وتعامل ولكن برضو الفرقة في بيرميدز عنده مشكلة تانية مشكلة الجماهير يعني هو لما يروح مازنبي في كونغو هيعرف ان ملعبه صعب جدا ملعب مازنبي ان جمهوره جمهور شرس جدا 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 ممكن سانداونز في جنوب افريقيا الجمهور بتاعهم مش عنيف قوي ولكن سانداونز بيعملوا بعض التكتيكات كده عشان يجيبوا الجماهير ودخلوهم بشكل مجاني وبيعملوا حفلات فبرضو تحس سانداونز بيحاول يشرس جمهوره شوية يخلوه جمهور يحضر بكسافة ويبقى شارس عشان يبقى عامل ضغط على المنافس وممكن ده بدأ ينجح في السنوات الاخيرة مازنبي هو اصلا جمهوره شارس كرويا من غير اي مش محتاج اي دوافع اه فاعتقد لا المطشين دول تحتين هبقوا صعبين جدا نوذير المورتاني شعب المورتاني شعب هادئ جدا جدا يعني حتى لو فيه جماهير الدون هتبقى هادئ بالنسبة